بدأ حزب الليكود بجمع توقيع أعضاء كناسة يؤيدون أن يكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مجدداً رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس حزب الليكود بن يمين نتنياهو بتشكيل حكومة خلال مدة 14 يوماً المتبقية قبل الإعلان عن انتخابات ثالثة هذا وأعلن عضو الكنيسة من كتلة اتحاد أحزاب اليمين الوزير بيتسلي إيل سموتريتش أنه لن يتم التوقيع لنتنياهو على توصية للرئيس بتشكيل حكومة قائلاً إن هذا ليس وقت الخداعات الإعلامية فيما أشار رئيس حزب الشاس أرييد رعي إنه لا جدوى من التوصية على نتنياهو في المقابل سيحاول تحالف كحولفان جمع توقيع أعضاء كناسة لتكلف جانس بتشكيل الحكومة وفي هذا السياق أعلن رئيس حزب إسرائيل بيتينو أفكدور ليبرمن أن أعضاء حزبه سيوقعون على نماذج توصي بتكلف نتنياهو وأخرى بتكلف جانس إصراراً منهم على تشكيل حكومة وحدة